بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرى الأزدي الأندلسي المتوفى سنة تسعة وتسعين وستمائة من الهجرة النبوية الشريف يعني من حوالي سبعمائة سنة وشوية رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وكراء مصنفاته وشرحية في الدرين أمين الحديث الرابع والخمسين بعد المائتين حديث التشاهد اللي بنقوله في الصلاة هنتكلم بقى النهار دا عليه ونشوف معنى التشاهد اللي احنا بنقوله في كل صلاة بنقوله زي الفتحة احنا مثلا عايشين وجه من وجوه عجاز القرآن الناس مش واخد بالهم منه اي انسان طبيعته يملي تكرار شيء مدة طويلة صح ولا لأ يزهل وانت من يوم ما تولدت لحد الوقت بتقرأ الفتحة في كل صورة في كل صلاة وعمرك ما مليت مش داقة مش داقة على خلاف العادل ما هي المعجزة امر على خلاف العادل صح ولا لأ هل عمرك سمعت الفتحة وكفاية بقى كده كل ما تفتحة تسمحها يا اخي تحس انك انت بتسمحها بجمال صح ولا لأ اهي دي معجزة كلنا عايشينها واحنا مش واخدين بالنا منها لان ايه هي المعجزة كل ما كان على خلاف العادة وعادة الانسان يمل حتى النعمة يملها شوف قد ايه يعني ربنا يدي البني اسرائيل المن والسلوة نعمة بس كل يوم من وسلوة كل يوم زهل عايزين كرات وبصل وتوم ونعمل بصارة ونعمل فول وحاجة حرشة وحاجات كده طبيعة الانسان يا اخي يمل خلقته كده وربنا خلقه يمل تهمت بقى ويقوم يجيب له قرآن وكلام لا يمل وهو طبيعته يمل اليس هذا معجز خلاف العادة خلاف العادة فدي معجزة كلنا عايشة مش عايزة بقى تروح الازهر ولا تدرس لغة ولا تدرس بيان ولا تدرس دي حاجة انت عايش فهمت فسبحان الله يا اخي ودي احنا ختمنا الكرآن مرتين وحنختم التالتة وفرحانين بالختمة كأننا اول مرة هنختم وكل من ابتدي ختمة جديدة كأننا في فرح صح ولا لأ طب مش ده بقى اعجاز هتلي كتاب كده كل ما تقرأ وتختمه تبقى فرحان انك تقرأ تاني اي كتاب تملي منه لو قردته تلات اربع خمس ما خلاص بقى فهمت ما ترداش تقرأ تاني الا المصحف لا يخلق عن كسرة الرجل فلما حد ييجي اسألك ايه وجوه الاعجاز في القرآن ممكن تقوله الحكاية اللي كل الناس دي عايشها بدل ما يكون انسان بسيط ما عندوش علم في اللغة وتقوله اعجاز القرآن ان ايه حسن البيان ترتيب الالفاظ جمال العبارة جمال الجرس والنغم تأثيره الذي يخلبه الايه الوجدان حتى ولو لو كنت تعلم معناه كمان يسمعه من غير العرب لايه ياخده كده يخطفه وهو مش عربي طب هاتلي كتاب كده حد يقرأه والناس اللي بتسمع مش فهماه ويتأثره القرآن يا اخي صح ولا لا كل دي وجوه ايه جاس شايفينها وعارفينها علشان تعرف ان الكرآن ده ليس وضع بشري وضع الهي فيهم تبقى وضع الهي وليس بشري الدجاجالة اليوقتي عايزين يشككوا ولادنا اللي هو انهم متعلموش اللغة ولا حفظوا الكرآن يقولولهم لا ده الكرآن ده تأليف واحد اسمه محمد وخلاص اول ما يعتقد هذا كفر لانه انكر الوحي فيهم تبقى ازاي فهم عايزين يكفرونا بعد ما اخدوا اموالنا عايزين ياخدوا دينا شفت بقى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارة حتى احذر احذر وحذر احذر وحذر وعلم علشان ايه نحفظ علينا عندنا اغلى حاجة نملكها هي علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالنبي وعلاقتنا بالقرآن ده اغلى ما تملكه لا يقدر بمال اصحاب المليارات ما يرفوش يشتروا الحاجات دي وانت ما عندكش مسكين جيبك كله يمكن نرفوش بالعشر جنيه يعني اقل من وان دولار واخد بلك تلت دولار في السوق الحكومي وخمس دولار في السوق السوداء عشر جنيه يعني عشر جنيه لكن عندك كنز في قلبك والله لا يقدر بيقى كنوز الدنيا علاقتك بالله وبالرسولي وبالقرآن ده كنز تعرف تشتريه ده فحافظ عليه بقى ده اكبر كنز تحافظ عليه تفضل ما حافظ عليه كده لحد ما تموت به لان السعادة كلها النهاية العبرة بايه بالخواتيم فهمت بايه سيدي نخش في الحديث بس انا ساعات احب فطفض معاكو شوية كده خارج الموضوع مجرد فطفضة والفطفضة دي ساعات بتبقى ايه مفيدة ليه لانا بتنفس عن الواحد حاجة شعر بيها وحاسس ان الناس مش شعر بيها فبيبقى متدايق عشان كده ايه بينفس عن نفسه فهمت بتبقى نفس كده لما في القلب من وجد ومن شوق ومن علم سيدنا علي كان يقول لناس سالوني قلبه ضاق بالعلم عايز يتنفس يقول صح كان يوقف كده يقول سالوني الوحيد في الصحابة يبقى لما ربنا بيديلك ملمح وحاسس ان غايب عن الناس تبقى ما تستريحش لما تقوله ياخي لان ربنا ما تدهولكش إلا علشان تنفق منه فقيمت بقى لو انفقتش منه ما يديكش ملمح تاني لانك بخيل بقى يديك ملمح وبخلت فيه على الناس مش هيديك تاني إنما كل ما يديك فهم تنقله للناس يديك جديد يديك جديد وهكذا إلى ما لا نهاية وحشان كده العلم إذا أنفقته يزيد ياخي سبحانه وتعالى ليه ربنا اديك حاجات على خلاف الايه على خلاف المعتادة هو الانسان العقل والكالكيليتور يقولك لما أنفق معناه بالمينس معناه بالسلب يبقى لازم ايه يقل للباقي لا ربنا يديلك حاجات كده يقولك الصدقة من المال تزوده طب أنا كان معي ألف جنيه طلعت مية بقيت تسعمية بالرياضة بالرياضة والأرقام تسعمية طب تسعمية ألي من ألف يقوم ربنا يبرك لك في التسعمية دي يخليها تسعة ألف شفت بقى وتعيشها وتشوف البركة دي عايشها لكن ما يعرفاش الكالكيليتور فهمت البركة تعيش ولا تحسن فهمت بقى إزاي فنصيحة لكل واحد إنه هو يتعلم حاجة يعلمها لصحبه يعلمها الجاره يعلمها لابنه يعلمها لمراته بدلا ما كل شوية نكد على مراته يقعد يعلم مراته وحي يحلم بطل ونكد بقى حديث التشهد المشروع في الصلاة وهو الحديث الرابع والخمسين بعد المائتين في هذا الكتاب المبارك بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عننا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكايل السلام على فلان النبي بعد ما رجع من الإسراء والمعراج كانوا بيقولوا كده قبل الإسراء والمعراج في الإسراء والمعراج عند صدرة المنتهى وقبق وسينا وقال إيه النبي السلام التحيات والصلوات والطيبات لله فرب العالمين رد عليه قال له إيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أم قال إيه النبي خد السلام كله فرحمة السمه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبقى النبي قاسم والله يعطي وبعدين قال الشهدتين لما رجع بقى من الإسراء والمعراج قبل الهجرة بحوالي سنتين ونص أو ثلاث سنين على خلاف التاريخ لقاهم لسه بيصلوا بيقولوا كده فقام قال لهم لا علمهم بقى التشهد فقامت بقى فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه يعني انصرف من الصلاة يبقى النبي اسمعهم وهم بيقولوا كده فاهتم بما يقولون وإن كان ما يقولون خارج همه بالصلاة فيبقى اهتمامك بشيء خارج عن الصلاة وأنت في الصلاة لا يقطح دي نقطة مهمة برد ودي نعمة يبقى اهتمامك بشيء وتفكيرك فيه وأنت في صلب الصلاة وهو خارج عن الصلاة حتى لا يقطح فهمت فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر واستنى وهو في صلاةه لحد ما انصرف وسلم وبعد كده ايه بيعلمهم بقى صلى الله عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه يبختهم النبي اقبل عليهم بوجهه يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفهم من خلفه كما يراهم من أمامي دي طبيعة النبي كده يعني النبي كان يرى من كل الجهات وهو متوجه بعينيه بجهة واحدة لكن يرى من كل الجهات فيقولهم كده إني أراكم من وراء ظهري والنبي كمان كان يرى صلى الله عليه وسلم في الظلمة كما يرى في النهار يبقى عين النبي ليست كعيوننا فهمت عين النبي عين خاصة ويجي لك الغبي يقول لك ده بشر معتاد الغبي اللي ما يعرفش مقام النبي فهمت انت عارفه طبعا وقول لك اسماءهم هالدليل التليفونات وانا أقول لك فتاخد بالك من هؤلاء الأغبياء فالنبي أقبل بوجهه يا على الكلمة دي تخلي قلبك يطب يا أخي لو انت تتصور نفسك في وسط الصحابة كده وقاعد بتصلي والنبي سلم ورح يلتفت وبصلكم يا خبر ربي والله الصحابة دي يقول لو لن لربنا سبتهم لوقف قلبهم شوقا لكن ربنا سبتهم سبتهم بإيه إن ربنا غطى جمال النبي بالجلال فلما يتوجه إليهم بوجهه ما يقدروش يبص لأنه مغطى بالهيبة والجلال يقوموا يستعبوا يسمعوا كلامه ويوصلوا هلنا إنما لو كانش مغطى بالهيبة والجلال كانوا بوهروا بوهيتوا ومتبنجوا كده والنبي يكلموا ومستمعين لكن ربنا عايزهم يسمعوا ويبلغوا يقوم ربك لطيف لماشا يخليه أجمل الخلق وفي نفس الوقت الناس لا تبهد بجماله كيف يجعل جماله منتقبا بجلاله فاهمت بقى يقوموا إيه ما يقدروش يملوشوا منه يقوموا يبصوا على الأرض يسمعوا يحفظوا يبلغوا فاهمت بقى شفت أنت سيدنا يوسف قوتي يا شطر جمال النبي والستاتة عملت هي تقطع إيديه وإيه مش دريانة بالقلب من جماله فاهمت فتاخد بالك من الحكاية دي إن النبي كل صفة فيه مغلفة بالرحمة فاهمت بقى فالمهم لو هنقعد نتكلم على أقبال علينا بواجه دي ممكن يطلع علينا للفجرة ولسه ما خلصناش لكن احنا عندنا واجب ما عايزين نخلصه لسه عندنا عشر ركعات وإنتوا عندك واجب تاني صحور لأنني كنت لو صمت من غير الصحور هتشتكيني في الأمم المتحدة هتبقى مشكلة وحتحول للمحاكمة الدولية فاحنا مش عايزين مشاكل فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعده من الكلام ما شاء يعني من الدعاء وفضل كده يقوله التشهد ويتخيره ما شاءه من الدعاء ويسلمه لحد سنة أربعة هجري نزلت سورة الأحزاب اللي فيها بيقول إيه ربك إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين منوا صلوا عليه وسلموا تسليم فرحوا للنبي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا السلام عليك يا رسول ده فكيف نصلي عليك عرفنا السلام من أين بتقول السلام عليك أيها النبي عرفوه طب كيف نصلي عليك يا رسول ده فقال لهم كلهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيل السيغة الإبراهيمية ووردت بأكتر من 11 كيفية دي إحدى كيفية ولو عايز تقرر 11 كيفية في السيغة الإبراهيمية اللي وردة. جابهم لك بالترتيب في وردة يوم الاتنين. في ايه? في كتاب دلالة الخيرات. جاب لك الصيغة الابرامية الحداشر صيغة الوردة وراء بعدها. وبعد كده بدأ بالصيغة سيدنا علي بن ابي طالب. اللهم داحية المدحوات وبارئة المسموكات وجبارك وبعدها على طول بدأ بالصيغة العالية. بتاعت سيدنا علي بن ابي طالب. ثم سنة بالصيغة اللي بعد سيدنا علي صيغة صلاة النبي اللي قالها سيدنا عبدالله ابن مسعود. في وقاء سنيد هذه السيغة كلها موجودة في الكتاب الشفى. بتعريف حقوق المصطفى. كويس? يبقى عرفت بقى ان الصلاة قبل ما يسلموا مرضت بعدة مراحل. مرحلة قبل الاسراء والمعراج كانوا ما يقولوش تشاهل. يقولوا السلامه على الله. السلامه على العباد اللي يسطلحين. السلامه على جبريل. السلامه على إسرافيل. السلامه على رسول الله. السلامه على سيدنا ابراهيم السلامه على انبياء الله لحد ما يتعبوا. وبعدين يسلموا. وبعد كده لما بعد الاسراء والمعراج قال لهم لا اقولوا التحيات. وبعد سورة الاحزاب قال لهم ضيفوا عليها السيغة الابراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا بقى? يبقى دي مراحل ايه ترتيب مشروعية ايه اشياء في الصلاة جاءت على ترتيب معين. المهمة بيقولك انا وبعدين نخد بالك. ما النبي يقول اوله السلام عليك. ايها النبي ورحمة الله وبركاته. عليك بك في الخطاب. وانت في الصلاة. في حين ان معلوم عند جميع الفقهاء ان كاف الخطاب في الصلاة لو كانت لغير الله ورسوله بطلت. يعني لا يخاطب في الصلاة الا الله ورسوله بس. كاف الخطاب. فما ينفعش الانسان العام ما يقول ايه? ربنا يهديك يا ابني. لو قال يهديك يا ابني. شوف يهديك. كاف الخطاب لابنه. مش العوام ساعات يعمل كده? اه طفته لصلاة. طب لما بنقول له مش عيدها. لانه جاهل. فهمت? لكن لما نسمعه نقول له ما تقولش كده تاني. بس ما تقولوش عيدها. لانه جاهل. ففي امور يعظر فيها بالجاهل للحد ما تعلمها. فهمت? يبقى يا ابوز كاف الخطاب في الصلاة الا لرب العالمين وللرسول. بس. وكاف الخطاب عند العرب للحاضر. مش للغائب. ولما يبقى التشهد ده حنفدل نقرأه لحد يوم الايامة. يبقى النبي حاضر في كل زمان وفي كل مكان حتى بعد وفاته لانه يخاطب بهذا في كل صلاة لكل مسلم على وجه الارض. يبقى النبي حاضر ولا مش حاضر? النبي شاهد ولا مش شاهد? ولا يبقى شاهد وغايب? ما ينفعش يبقى شاهد وغايب. يبقى? فتاخد بالك من الملمح عليك ايوها النبي دي. ده يدي لك شعور ان النبي معك في كل لحزة بتخطبه. يبقى انت مش لوحدك. انت مسنود على النبي ما تخافش. انت في وسط الفتن دي انت بتكلم النبي يا ابني فوق. اوعى تيقس. اوعى يا جرالك حاجة. انت بينك وبين النبي خطاب مباشر. في كل صلاة. ومش كده وبس. وفي كل صلاة لمسلم على وجه الارض بتنال منه دعاء بالسلامة. مش بالسلام علينا وعلى باد الله الصالحين. فكأن بعدد المسلمين المليارات دي بيجي لك دعاء بالسلامة بعدد المسلمين في كل تشهد بيقولوه في كل مكان. واكيد بين المليارات دي اوليه اكبار. ودعاهم مستجاب. فقد ايه بقى? كرامة المسلم عند مولاه. فهمت بقى ازاي? انا عايزة بس تفوق تعيش التشهد ده. وتشوف قد ايه انه فيه فضل كبير. وانت مش واخد بالا. فبيقول ايه بقى يا سيدي? ظاهر الحديث يدلوا على ان هذا التشهد المذكور في الحديث هو المشروع في الصلاة. والكلام عليه من وجوه. منها لتجزئ خلاف هذه الصيغة ام لا. ومنها لهو سنة او فرد. ومنها الكلام على معاني تلك الهوة. يعني سنة او فرد. يعني لو فرد معناه تبطل الصلاة لو ما قلتوش. ولو سنة انك انت لو ما قلتوش تسجد للسهل. فيم? وخلاص. فاما قولونا هل يجزئ خلاف هذه الصيغة? فاعلم انه لا يجزئ الا ما جاء فيها من اختلاف بعض الفاظيها في بعض الروايات. زي ما قلت لك وردة حداشر صيغة. اي صيغة من حداشر تبشي. فيمت ازاي? اي صيغة من حداشر. صيغة للصلاة الابراهيمين. فمنها ما جاء من طريق ستين عائش رضي الله عنها. وهو قولها التحيات والطيبات والصلوات والزاكيات. شوف زودت الزاكيات ها? لله. اشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريكة لها. وان محمدا عبدوه ورسوله. قال له ده جابة الشهادة على طول. في الاول ها? السيغة التانية الشهادة بتختم بيها. هنا راح دخله فيها. في الاول. السلام عليك ايوان نبيه ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدته تانية عدها. قال لا اله الا الله. شهدته ان محمدا رسول الله. دي سيغة مين? التحيات الوردة عن سيدتنا عائشة. كويس? لو استعملتها صلاتك صحيحة برد. فهمت? ومنها ما جاء من تشهد عمر بن الخطاب اللي ورد عن سيدنا عمر. رضي الله عنه. الذي علمه الناس على المنبر. والصحابة رضي الله عنه متوافرون. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان امير للمؤمنين خليفة. علم الناس على المنبر في خطبة الجمعة. يقولوا ايه في التشهد. والصحابة كلهم جلسين سامعين. محدش اعترض. يبقى كأنه اجمع سكوتي. فهمت? قال ايه سيدنا عمر لما بيعلم الناس? التحيات لله. الزاكيات. شوف بتها ده الزاكيات بعد التحيات. ستين عائشة جخلت الزاكيات في الاخ. التحيات لله. الزاكيات لله. الطيبات. الصلوات لله. السلام عليك. ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. وعلى عباد الله الصالحين. اشهدوا ان لا اله الا الله. واشهدوا ان محمداً عبدوه ورسوله. ده تشاهد سيدنا عبدالله ابن عمر اللي علمه للناس. يبقى خرنا تشاهد مين? ستين عائشة. ستين عمر بن الخطاب. وقارنا هنا. تشاهد سيدنا عبدالله ابن مسعود. هيجيب له تشاهد اللي ورد عن سيدنا عبدالله ابن عباس. كويس؟. ومنها ما جاء من تشاهد ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. والمعنى في لكل واحد غير أن في بعض الألفاظ اختلافا وتقديمه تأخير فهمت بقى وكلها في الصحيح وبأيها تشهد أجزاء بلا خلاف أعرفه بين أحد من العلماء خلف عن سلف يبقى أي سيغة من سيغة تشاهد الوردة دي فيه سيغة لسيد عبدالله بن عباس مثلا اللي هو رجحها الإمام الشافعي واخترها في مذابي اللي يقول فيها إيه التحياته والصلواته والطيباته لله السلام عليك التحياته المبركات والتحياته المبركاته والصلواته والطيباته لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الله عليه الصلاحين أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله ما قالش عبدالله رسول ها قالوا أشهد أن محمدا إيه رسول الله الإمام الشافعي قال أنا تخير السيغة دي وإن كان كل السيغة جائز تقولها بس تنف رأي ده رأي الإمام الشافعي ما زابه إن السيغة دي أولى لماذا يا إمام قال لأنها توافق القرآن أشهد أن لا إله إلا الله القرآن بيقول فأعلم أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والقرآن بيقول محمد رسول الله مش كده برضو فلما وجدها توافق القرآن في الطرفين رجحها على السيغة وأجازها كل السيغة لكن إيه مسألة طيب بما كله جائز طب إيه الأفضل قال لك أنا أفضل هذه السيغة ده قمت بي رأي يمين الإمام الشك وأنا شخصين في صلاتي بعمله بقول التشهد مرتين الشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد عبدوه رسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد الله أكبر تقوم تجيب إيه الركعة الثالثة يبقى التشهد الأوسط بينتهي بالصلاع الحبيب بعد الشهدين لو نسيت الصلاة على الحبيب بعد الشهدين في التشاهد الاوسط عند الشفعية باجماع المذهب تسجد لسه شفت قد ايه يبقى لازم تصلي دون الال في التشاهد الاوسط لو ما صلي على سيدنا محمد الله هو اكبر ده في التشاهد ايه الاوسط التشاهد الاخير تصلي على النبي والال بالصيغة الابراهيمية او تكتفي وتسلم بعد كده والصلاة على النبي واجبة واجبة في التشاهد الاخير عند الشفعية تقتل الصلاة لو لم تصليها وسنة في التشاهد الاوسط لو لم تفعلها تسجد لسه تهمت؟ والصلاة على الال عند الشفعية سنة مؤكدة في الصلاة واضح؟ وليست واجبة الواجب هو الصلاة على النبي ماذا بالشفعية الوحيد في مذاهب المسلمين كلها اللي قال ان الصلاة على النبي واجبة في الصلاة بغيرها تبطل الصلاة باقي المذاهب كلها قالوا سنة الصلاة على النبي في الصلاة ايه؟ سنة تهمت بقى؟ احنا شفعية يبقى الشفعي صلاة وثوابها اعلى من ثواب باقي المذاهب ليه لانك بتاخد في الواجب سبعين درجة فاللي حيصلي على النبي سنة هياخد درجة السنة واللي حيصلي على النبي واجب ياخد سبعين درجة زيادة شفت بقى الشفعية الشفعية من السهلين خد بالك فهنا بقى بيقول لك ايه يا سيدي واما قولنا هل هو سنة او فرد فالجمهور على انه سنة الا ما روي عن الشفعي والصلاة على النبي فيه فرد خل بالك هو طبعا لانه شفعي في نقله عن مذهب الشفعي احيانا ما يكونش دقيق لانه ملكي فانا ادققها لك اللي عبارة بقى لان احنا شفعية بقى شوف امسك الألم وزود الا ما روي عن الشفعي أنه فرد يعني التشهد فرد في الركعة الاخيرة سنة في الركعة الوسطينية فرد في الركعة الاخيرة واضح يبقى الا ما روي عن الشفعية أنه فرد في الركعة الاخيرة من كل صلاة زود اللفظ ده عشان تزبط مذهب الشفعي والصلاة على النبي سسلم فيه فرض في التشهد الأخير هذه حقيقة ماذا بالشافي فأيه زود العبارة عشان إيه تبقى نقل الإمام الشافي كلام مظبوط وأما الكلام على معاني الألفاظ فقوله التحيات لله جمع تحية والتحية هي السلام فالسلام كله على اختلاف أنواعه وسيغيه هو لله تعالى أي مضاف إليه لأنه من أسمائه يعني لله هي الإلام النسبة يعني كل تحية منسوبة إلى الله لأن التحية لا تكون إلا لأجل كمال وكل كمال منسوب إلى الله مش كده يبقى اللام هنا لم إيه لام النسبة أي مضاف إليه لأن من أسمائه سبحانه السلام فكل ما كان مشتقا من هذا الاسم فهو له ومضاف إليه وقول والصلوات جمع صلاة وفي اللغة معناها إيه الدعاء والدعاء منه تتابع الرحمة والرحمة يعني الدعاء من الله أما تقول إيه الصلوات لله يعني الصلوات منسوبة إلى الله التي هي معناها توالي نزول الرحمات والإمداد لخلقه من معينة ربوبية مش رب العالمين لابد يتولى عباده يربهم يعني يصلحهم فهمت؟ يبقى تتابع الإمداد فهمت بقى؟ والدعاء منه تتابع الرحمة والرحمة منه كدعائه صلى الله عليه وسلم الرحمة من الله إيه؟ إمداد كذلك الرحمة من النبي إمداد شاء الله نقاسم والله ويعطي النبي بيستمد من مولاه وبعدين يمد الخلق وده معنى رسول الله رسول الله يعني إيه؟ يعني وسطة بين الله والعباد إنت لا تستطيع أن تأخذ من الله مباشرة ضعيف فهمت؟ لما تجلل الجبل جعله دكة وإنت إيش جبل ده إنت أضعف كتير ده إنت بتشوف الفر بتجري فهمت؟ إنت ضعيف خالص لا تصلح أنك إنت تستمد من الله مباشرة يوم ربنا يخلق لك برزخ بينه وبين عباده هذا البرزخ هو الرسول يتحمل السعقات الجلالية فتتحول فيه إلى جمالية يوم يخدها البشر بجمال لكن لو خدوها بالجلال ما يتحملوش فهمت بقى؟ كدعائه صلى الله عليه وسلم لأن أبا أوفة رضي الله عنه الصحابي حين أتاه ابنه بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفة وارحمهم لما النبي قال اللهم صلي على آل أبي أوفة يعني أمدهم بما يغنيهم وأمدهم بما ينفعهم فهمت؟ مش قالوا صلي عليهم إن صلاتك سكنوا لهم يعني ادعوا لهم وعطفها على التحيات وعطفها على التحيات فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى هو قال التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك ما قالش والصلاوات لله والطيبات لله خلاص ما هو ذكر الله الأول وجمع إيه وأضاف دي على دي فكأن لفظ الجلالة مقصود في التلت إيه؟ واكتفى بذكره مرة وإن كان مقصود في الباقي فهمت بقى؟ والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده ومن أسمائه عز وجل الرحمن فكل ما كان مشتقا من هذا الاسم فهو له ومضاف إليه وقول والطيبات جمع طيب والطيب كله على اختلاف وصفه له عز وجل ومضاف إليه سبحانه يعني له ملك ومنه مصدر وعطفه على التحيات لله وعطفه على التحيات لله فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى وهو من فصيح الكلام وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام معنى الأمان وبركاته وخيراته وأمره عليه السلام بالدعاء له هنا هو في حقهم لأن من أكبر القرب إلى الله سبحانه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يبقى أنت ما بتصلي على النبي النبي مش تستفيد بصلاتك أنت اللي بتستفيد النبي اكتفى بصلات الله عليه خلاص لكن لما قلنا ربنا يا أيها الذين أمانوا صلوا عليه وسلم لمصلحتكم يا أيها الذين أمانوا صلوا عشان تاخدوا السواب الكبير فلا تظن أن كنت ما بتصلي على النبي نبينا بيزداد إيه كرامة عند مولاك كرامة النبي في زيادة من غير صلاتك النبي مش مفتكر للخلق الخلق كله محتاجين النبي والنبي مش محتاج عندك لأنه ربنا أغنافة كفاء فهمت فعلشان كده اللي يسمع الأزان ويصلي على النبي ويدعيله بيستوجب إيه شفاعت النبي يبقى عادت عليك بالرحمة ولا لأ عادت عليك بالفضله يبقى صلاتك على النبي لمصلحتك أنت ولخيرك أنت فهمت وأمره عليه السلام بالدعاء له هنا وأمره عليه السلام بالدعاء له هنا في حقهم لأنه لأن من أكبر القرب إلى الله سبحانه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هاتل أنت أبادة لما تعملها ربنا يصلي عليك عشر مفيش هل اللي بيقرأ كرآن ربنا بيصلي على عشر هل اللي بيحج ربنا بيصلي على عشر هل اللي بيربي يتيم ربنا بيصلي على عشر هل اللي بيبني جامع ربنا بيصلي على عشر هل اللي بيصوم ربنا بيصلي على عشر هل اللي بيقيم الليل ربنا بيصلي على عشر عبادة واحدة ربنا يصلي عليك بيها عشر الصلاة عن نبي يبقى دي لا مثيلة لا كنز يبقى الصلاة عن نبي ده كنز للمسلمين فهمت واللي عنده كنز لازم يحافظ عليه وما يفردش فيه فهمت لانه من اكثر الترق الموصلة الى الله وريد الله الصلاة عنك وهينا لاينا لا تحتاج ودوء ولا ستر عورة ولا استعداد ولا استقبال قبلة ولا اي حاجة اخي في اي لحظة كده صلي على الحبيب ربك يصلي عليك عاشر مش محتاجة يعني ايه خطوات كتيرة تعملها علشان تصلي على الحبيب عارف لو كان الصلاة على الحبيب على قدر مقام الحبيب لكن ربنا قال لنا اوعى تصلي على حبيبي يقل لو انتم متوديين عشر مرات ولبسين افخر السياب متوجهين الى القبلة وفي كمال الخشوع وفي كمال الخضوع اوعى تصلي على حبيبي وحصلي مقابل جدا عشرة اوعى تعملها وانت على هذا الكمال ولا تلتفت لغيري وبعد انه قلها اصلي عليك عشرة ما قلناش كده ده قال لك اللي يصلي علي باي حال وفي اي سروف وباي يصلي علي عشرة يا خبر بياد يبقى ربنا اراد اكسرها طالما ما قيدش قيود يبقى ربنا اراد بها الاكسار ولما ربنا اراد الاكسار اراد الاكرام علشان يريد ان يكرمك فهمت بقى ازاي فتاخد بالك من الحاجات دي وبعدين ربنا يقبلها منك حتى وانت بتقولها من غير قلب حاضر تصور بقى حتى وانت غافل يعني الزكر التاني غير الصلاة عن النبي يحتاج حضور قلبه فهمت؟ لكن الصلاة عن النبي لتعلقها بالحبيب يقوم يجبر غفلتك بسبب تعلقها بالحبيب وهو شفيع لك يقوم ربنا يغطي بشفاعته غفلتك فيقبلها كأنك بتقول له قلب حاضر شفت بقى الحلاوة فكل شيء تعلق بالحبيب مجبور فهمت؟ صلع الحبيب قلبك يطيل وعشان كده قال لك ايه؟ وان كان هو عليه الصلاة والسلام لما اعطاه الله وفضله غير محتاج الى دعائنا لكن ذلك رحمة في حقنا ألا ترى الى ما جاء من الخير الى من قال في دعائه آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمول الذي وعده انك لا تخلف المعاد جاء له في الخير ايه؟ الاستحق شفاعة يوم القيام مش كده برضو اللي يقول كده بعد كل أزان وهذا أمر قد من الله به عليه حتما لا تبديل فيه يعني هو ربنا حيخلي سيدنا محمد شفيع عشان انت الله يجعله شفيع هل ربنا حيديله المقام المحمول عشان انت دعت له ولا هو ربنا ادهول ووعدوا به فانت لما بتدعي بتدعي بايه؟ مش تحصيل حاصل لا ده بتدعي عشان يبقى نصيب ليك نصيب لما النبي يبقى في المقام المحمود ما ينسكش ولما رب النبي يكون في الشفاعة ما ينسكش يبقى ليك وجهة عند الحبيب فهمت بقى ازاي؟ يوم الحبيب يبقى عرفك لانه ما فيش حد بيصلي على النبي الا في ملك يقوله فلان ابن فلان بيصلي عليك رسول الله يوم النبي تبقى اسمك حاضر عند ايه؟ عند الحضرة النبوية فتبقى ظاهر يبقى منسكش ابدا في امت ازاي؟ فالفائدة في ذلك للذي يدعو به حتى تكون بركته صلى الله عليه وسلم تعود على امته في كل الاحوال وقوله السلام علينا والعباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض السلام معنى الأمان كما تقدم فكأنه يقول ويدعون ويدعون الأمان ويدعو الأمان الأمان مش كده؟ ويدعون بالأمان ويدعون بالأمان أنا عندي ما فيش البادي ويدعون بالأمان لنفسه ولكل عبد صالح في السماء والأرض ومن جعل له الأمان من الله فقد حصل له جميع الخير من الله علينا بذلك بمنه وفيه تنبيه منه صلى الله عليه وسلم لنا على اتباع طريق الصالحين لأنه إذا كنت منهم فجميع المصلين في كل صلاة يدعون لك بالأمان والخير فذلك خير من أضعاف أضعاف عملك بما لا يعلم قدره إلا الذي من به عليه وزي ما قلت لكم بردو شوف كل واحد بيروح يزور الكعبة بيقول إيه أول ما يقع نظره على الكعبة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرة وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومبيرا فكل واحد عمل عمرة بس وشاف الكعبة مرة يفضل ياخد دعاء كل واحد بيزور الكعبة وهو قاعد في بيته فاحرص إنك إنت تعمل عمرة ولو مرة عشان تاخد كمان إيه دعاء كل الدعين ومداخلين واخد بالك إن أول دعوة وانت داخل مستجابة ومش واحد بس شوف إنت اتفرق كده في التليفزيون السنة دي زحام رهيب في وسط الرمضان ده أزحم الحج والتالي حتاخد إنت نصيب من عدد هؤلاء واللي لسه حيقوا بعدهم واللي جم قبلهم وانت نايم في قبرك ما زال يجي لك فضائل لهذا فشوف قد إيه أمة النبي مجبورة وقد إيه أمة النبي مرفوعة القدر بأعمال بسيطة ربنا بيرفع قدرك بفعل غيرك لك كما أنه يرفع قدر غيرك بفعلك له في إمت ازاي وفيه دليل على أن الملائكة والصالحين من المؤمنين لا يفضل أحدهم الآخر لأن العلماء اختلفوا فيه من أفضل هل الملائكة أو الصالحين من بني آدم على قولين ومعلوم أن عموم الصالحين من بني آدم أفضل من عموم الملائكة وخصوص الصالحين من بني آدم أفضل من خصوص الملائك واضح؟ واضح؟ ده اللي استقر عليه الأمر بعد كده والنص منه صلى الله عليه وسلم هنا يعطي ألا تفضيل بينهما لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما ذكر أول الحديث يسلمون على الله قبل عباده ثم على جبريل وميكائيل ثم على فليان فقال هو صلى الله عليه وسلم عندما علمهم كيفية التشاهد إذا قال السلام علينا والعباد الله الصالحين فقد وافق كل عبد صالح في السماء والأرض فجمع فيه بين الملائكة لأنهم سكان السماء وبين بني آدم الصالحين بلا تقديم ولا تفضيل وقوله أشهده وإن كنت أنا مش موافق على هذا الكلام لكن أنت لما جمعت الصالحين يبقى كل على مرتبته ولما جمعت الملائكة في قوله واحد أيضا كل على مرتبته وما منا إلا لو مقام معلوم ولا يدل ذلك على تساوه المرتبة هو عايز يقولك إنها تساوت المرتبة لا متساوتش المرتبة كل على مرتبته فهمت وإن كنت جمعت واضح وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختمه بأرفع الكلام وعماد الدين وهي كلمة الإخلاص وتصديق رسالته صلى الله عليه وسلم ثم أباح لنا الزيادة على ذلك بما هو يناسبه لأن ذلك معروف أن الأرب يؤخذ ذلك من قوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء يعني من الدعاء ما شاء نحو ما أشرناه وفيه دليل على أن أول ما فردت الصلاة لم يكن التشهد من مشروعيتها ولا فردا ولا سنة يؤخذ ذلك من قوله عبد الله كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله قبل عبادي فلل على أنهم بقوا على ذلك زمانا حتى إلى اليوم الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وأمرهم بما ذكر بعده وأنا قلت لك الزمن إمتى بعد الإسراء أو المارك ما نصش عليه كثير من العلماء على فكرة دي كده من الزوائد اليسرية وبقي هنا بحث وهو أن يقال لما نهاهم أن يقولوا السلام على الله قبل عباده ثم أمرهم أن يقولوا التحيات وهي جمع تحية والتحية هي السلام كما تقدم والانفصال عنه أن السلام هو الأمان فلما قالوا هم السلام على الله فليس على الله خوف من أحد ولا يقدر أحد على ضره ولا نفعه كما جاء في حديث مسلم وغيره إن يريد ضري لم يقدره وكذلك نفعه سبحانه فناهم عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى منه يطلب الأمان وهو الذي يؤمن وهو الذي يخاف وهو الذي يخوف ومنه الخوف وفيه الرجاء فأمرهم عليه السلام أن يأتوا بالأمر على بابه ويطلبوا الأمان منه عز وجل ويعرفون له سبحانه وأنه هو السلام هو الذي يعطي السلام وإليه يضاف حقيقة وإن كان يضاف إلى غيره في بعض الأماكن فهو مجاز أو لوجه ما من طريق ما اقتدته الحكمة الربانية يعني الحكمة الربانية اللي هو إيه نسبة السبب إلى إيه إلى أثره دي حكمة ربانية نسبة ظاهرة لكن مش حقيقية زي ما يقولي إيه الماء ينبتو إيه ينبتو البقي اللي ينبت ربانه مش الماء بس الماء سبب فالحكمة الربانية أنك أنت تنسب السبب إلى أثره على سبيل المجاز لا على الحقيقة فهمت؟ وفيه دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو دعاء في الصلاة لا يفسدها يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تقدمت لهم وهم كانوا يذكرون فيها ما نهاهم منه كما هو في نص الحديث وفيه دليل على أنه إذا كان القلب متعلقا بفعل خير والمرء في الصلاة أن ذلك لا يفسد صلاته يعني النبي انشغل في قلبه بما يقولون وهو في صلاته ولم يفسد صلاته إذا لم يكن يتولى عن القلب حتى يخل ببعض أركان لكن لو جاءك في قلبك هم لأمر شغلك حتى عن الصلاة خالص هنا بقى يخل بالصلاة لكن جاء دون أن يشغلك عن الصلاة ما يخلش يؤخذ ذلك من أنه لما سمع سيدنا صلى الله عليه وسلم مقالتهم وهو في الصلاة بقي خاطره المكرم متعلقا بمقالتهم لأنه عليه السلام عندما سلم من الصلاة كلمهم كما هو نص الحديث فدل على أن ذلك بقي مستصحبا إلى فراغه عليه الصلاة والسلام من الصلاة فكلمهم فيه فإن استولى على القلب المشتغل بتلك الطاعة حتى أخلى بركن من أركان الصلاة أعاد الصلاة كما فعل عمر رضي الله عنه حين صلى صلاة الصبح بالصحابة رضوان الله عليه وكان مشغول بغزوة نهواند غزوة نهواند دي كانت الغزوة اللي بيعد فيها الفرس اللقاء الأخير بعد القادسية كسب فعايزين ياخدوا طارهم فحضروا جيش خمسمائة ألف علشان يواجهوا المسلمين فهمت وسيدنا أبي عبادة بالجراح بعت لسيدنا عمر قال احنا عددنا تلاتين ألف بس يا عمر هنواجه العالم دي ازاي فبعت له للمدينة سيدنا عمر بقى مهمو أولي مين قائد في الحرب دي ويخلي مين على الميمنة وقاعد في الصلاة يقول كل درجة انه صلى وما أراش الفتحة خلص صلاته وما أراش الفتحة من كتره ومجغول ومهمو في الآخر وقالنا مين النعمان بن مكرن والنعمان بن مكرنس تشهد في نهواند وانتصر المسلمون تلاتين ألف انتصروا خمسمائة ألف أتلوا مئة ألف وأسروا مية وخمسين ألف وكانت نهاية الفرس فيهم تبقى إزاي فالمهم فهنا بيقولك إيه كما فعل عمر رضي الله عنه حين صلى صلاة الصبح بالصحابة رضوان الله يعني فلم يقرأ فيها يعني انشغل فما أراش الفتحة دخل في الصورة على طول وبعدين ركع وخلص فالركع التانية دخل في الصورة على طول مشغول لأنه أمر مسؤول عن المسلمين وثلاتين ألف هيهلكهم في الشام سيدنا بابايدة بيقوله ما فيش لقبل اللي لانا بيهم فهو بيستخير هل كمان يسيب المدينة ويروح يحارب معهم هل يعمل طب يولي عليهم مين طب مش عارف إيه كل ده كان في ذهن سيدنا طب لو انسحبنا ورجينا ما حيخشوا على جزيرة العرب يكتحونا يموتونا فالأمر مستهل لابد من المواجهة لأن احنا لو ما وجدناهم شفناها واند هيسيبوها ويجلوا علينا احنا يكتحو المسلمين يقتلوهم في المسألة يعني ايه يعني حياء وموت وعلى شكرة كان أمر من الأوامر من الحاجات اللي هي ايه اهتم بها تمام شديد وترعب رعب شديد وعايز ياخد قرار حاسم فهمت وليس أمامه إلا المواجهة لأن لو لم يواجه حينتهي الإسلام والمسلمين فهمت بقى فمن شدة هذا بقى ايه انشغل سيدنا عمر فلما فرغى منها قيل له في ذلك انت ما قردش يا أمير المؤمنين الفتحة بعد الصلاة الناس قالوا لي فقال إني جهزت جيشا إلى الشام وأنا في الصلاة وأنزلتهم منازلهم ثم عاد الصلاة وفيه دليل يبقى لما يشغلك أمر يهمك أو في الصلاة درجة أنك أنت يخل بروكن عليك الإعادة لكن لو شغلك أمر في الصلاة وما أخلش بروكن ما عليكش الإعادة فهمت بقى ده الكلام وفيه دليل على أن أفضل الأعمال تعليم دين الله تعالى يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم لم يفعل إثر الصلاة إلا أن أخذ فيه تعليمهم ولم يشتغل بتسبيح ولا غيره فدل ذلك على فضيلته وقد جاء أنه من صلى الفريدة وقعد يؤلم الخير نودي في ملكوت السماوات عظيمة يعني النبي مردتش أنشغل بذكر اختم الصلاة مع إنه ده عبادة جميلة وانشغل بالتعليم مباشرة فدل على أن التعليم عند الحاجة لا أولى من الزكر وفيه دليل على أن لسيدنا صلى الله عليه وسلم أن يشرع من الأحكام ما يظهر له دون وحي ويلزمنا ويلزمنا امتثاله يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام لما علمه بالتشاهد لم يذكر أن ذلك كان بوحي ولو كان بوحي ذكره عارف لو كان وحي من الله ما كانتش يختلف ألفاظه القرآن ما بتختلفش ألفاظه لكن ده أمر نبوي فاختلفت ألفاظه وضبطه وجاز مع خلاف اللفظ ولو كان بوحي ذكره كما فعل عليه السلام في غير ما موضع على ما هو منصوص عنه صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم يؤخذ ذلك من أنهم تلقوا هذه الأحكام عنه صلى الله عليه وسلم ونقالوها لنا فأدي منزلة لا يشاركم في أحد وفيه نكتة صوفية وإذا كان جميع الخير والطيب له سبحانه وتعالى جميع الخير والطيب تنفع له سبحانه فلم يبقى للعبد إلا الفقر دائما واللجأ دائما والاحتياج إليه سبحانه دائما فانظر كيف تقول ذلك في كل صلاتك ثم تدعو عند فراغك بكثير من الأشياء حسا ومعنا وتضيفها إلى نفسك حقيقة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فلو جعلت حالك مثل ما قالك لكنت من الأبرار لكن كسافة الران فسد به الحال يعني أحيانا تدعي ربك كثير يا رب نجحني يا رب نجحك تقول الأسنان كنت بذكر كويس ثم تجيب السبب إيه لنفسك تقول بفضل الله يا أخي يا رب شفين يا رب شفين يا شفين الحمد لله رب نجحك قصي روحت الدكتور شاطر يا ولا بطل خلي النسبة لله وافتقر إلى الله خد بالأسباب لكن إياك هتعلق النتائج على السبب أدي الكلام اللي بيقوله ونقف عند هذا الحد نكمل الغدان إن شاء الله اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وسدنا علما إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة